مرتضى منصور يهدد الخطيب لو عاد الدوري حتتحمل المسئولية اتحاد الكرة لن يتوج الأهل بالدوري في حال إلغاء المسابقة عمر جمال يفتح الباب أمام الزمالك وأونجم يعتزر للجماهير اتحاد الكرة يحدد ثلاث محافظات لاستضافة الدوري حال استئنافه اتحاد الكرة يبلغ الكاف برغبته في استكمال الدوري خمس صفقات تشعل مركات الأهل أبرزها راقص الصنبة وعازف السلستي الأهل يحدد سعر هائي لبيع أزارو سرع بين الزمالك وبرمز لضم مهاجم المصري مشاهدين السلام عليكم وأهلا بكم كانت هذه عنوين الأخبار وإلى حضرتكم التفاصيل واصل مرتضى منصور رئيس الزمالك تزعمه للأندير رفض استكمال الدوري الممتاز بعد أن تم إيقافه بسبب استمرار محاربة فيروس كورونا وقال رئيس الزمالك في تصرحات عبر قناة تين من مصلحة الزمالك السئناف الدوري ولكني أخاف على جميع اللاعبين من خطر الإصابة بفيروس كورونا الزمالك النادر وحيد الفائز قبل توقف النشاط ببطولتين كما أننا فزنا على الأهل في آخر مباراة جمعة الفريقين لذا من مصلحتنا استكمال الدوري ولا يمكن الحديث عن ترتيب الدوري في ظل عدم وجود تقنية الفيديو بالدور الأول وأضاف مرتضى منصور فيروس كورونا لا يهدد الأهل والزمالك فقط بل العالم أجمع الحكومة المصرية فرضت إجراءات وقائية منها تجنب المصافحة إذن كيف يعود الدوري؟ كرة القدم احتكاك والملعب قد يشهد تواجد من متين لتلتميت شخص من لاعبين وإداريين وحكام وأفراد أمن وإذا كان أحد الأشخاص مصاب بالفيروس فإنه سيتسبب في إصابة الجميع وأكمل حديثه قائلا الأهل يرغب في عودة الدوري ولكن إذا عاد الدوري وأصيب أي لاعب بكورونا هل سيتحمل رئيس الأهل محمود الخطيب المسؤولية؟ الخبر التالي ورفض اتحاد الكرة تتويج الأهل بطل للدوري في حال إلغاء الموسم حسم عمر الجنيني رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شؤون اتحاد الكرة التساؤلات حول أحقية النادي الأهلي من عدمه في الحصول على لقب الدوري الممتاز حال الاستقرار على إلغاء الموسم وعدم استكماله في ظل محاربة جميع مؤسسات الدولة لفيروس كورونا وطالب عدد كبير من النجوم أحقية النادي الأهلي في اعتباره البطل وتتويجه بدرع الدوري حال إلغاء الموسم بينما ذهب عدد آخر لرفض تلك الفكرة بداعي أن البطولة لازالت تحمل عدد كبير من المواجهات وقال الجنيني في تصريحات لقناة الحدث في حال عدم استئناف الدوري هناك اجتهادات كثيرة ولكن الأمر يحتاج لدراسة معقدة وحسابات لذا ليس من المنطقي منح المتصدر لجدول ترتيب فرق الدوري اللقب وأضاف عمر الجنيني نحن ننظر لمصلحة الكرة المصرية وفي حال الاستقرار على إلغاء الدوري لن يتم منح الأهلي الدرع ولكن لن يتم احتسابه نهائيا سنعتبره كأن لم يكن وهذا ما حدث في مأساة حادثة بورسعيد وأكد رئيس اللجنة الخماسية أنه تم الرد على خطاب الاتحاد الإفريقي كاف والذي تضمن المطالبة بتحديد مصير السئناف الدوري من عدمه بالتأكيد عليهم أن هذا يعد قرار دولة وحصلنا على مهلة كافية لمعرفة خارطة الفترة المقبلة الخبر التالي وعمر جمال يفتح الباب للزمالك فتح عمر جمال لعب النادي الأهلي المعار إلى صفوف طلاع الجيش الباب أمام إمكانية انتقاله لنادي الزمالك مستقبلا مشيرا إلى أنه سيفكر باحترافية في حال تخلي الأحمر عن خدماته وقال عمر جمال في تصرحات لقناة أونتايم سبورت 2 الأهلي رفض تسهيل مهمة انتقالي للصفقصي خوفا من انتقالي للزمالك لقد وضعوا شرطا أنه في حالة عودتي لمصر تكون أولوية الانتقال للأهلي وأضاف أنه من الممكن أن أعود إلى مصر عبر بوابة الزمالك في الحقيقة لا أعرف كيف ستسير الأمور في الفترة المقبلة أنا لاعب في الأهلي ولا أستطيع أن أتحدث في تلك الأمور وعن وصول عرض له من نادي الزمالك قال عمر جمال لا كلها كانت عبارة عن أحاديث من وكلاء اللاعبين ولم يكن هناك تواصل مباشر وتابع عمر جمال قائلا إذا رحلت عن الأهلي لأمانع في الانتقال للزمالك نعم فإذا قرر الأهلي الاستغناء عن خدماتي فحينها سأفكر باحترافية الخبر التالي أبدى المغربي محمد أونجم جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك سعادته بالتواجد داخل أروقة القلعة البيضاء وقال أونجم في تصرحات تلفزيونية ببرنامج زمال كاوي والمزعل قناة نادي الزمالك فوجئت بالشعبية الجارفة التي يتمتع بها الزمالك قبل وبعد لقاء الترجي في السوبر والاستقبال الحافل للبعث في الدوحة وسعدت بذلك كثيرا وأعتذر لجمهير الزمالك لم أكن في مستوى فني وبدني جيد ببلاية مشواري مع النادي وأشكرهم على مساندتهم المستمرة لي وشدد أونجم على تواصله مع جميع ناعبي الزمالك خلال فترة التوقف الرياضي ومع الجهاز الفني للفريق لإبلاغه بتنفيذ التدريبات التأهلية بالمنزل واختتم كلامه متمنيا عودة النشاط الرياضي في القريب العاجل بعد توقف المسابقات بسبب تفشي وباء كورونا الخبر التالي تلت محافظات تستضيف الدولي في حال استئنافه أكد عمر الجنين رئيس اللجنة الخماسية المسؤول عن إدارة اتحاد الكورة أن النموذج الذي تم وضعه لعودة النشاط الرياضي والذي ينتظر قرار الحكومة بشأنه يطلب وجود فترة للاستعداد من أجل العودة للتدريبات وقال في تصريحات تلفزيونية أن فترة الاستعداد المتواجدة في النموذج تتراوح ما بين ثلاث أسابيع إلى شهر ولكن قبل التحدث عن السيناريو علينا أن نقرأ أن عودة الدوري بشكل السابق أمر صعب لأنه يتطلب صفر وإعدادات لم تعد متماشية مع ظروف فيروس كورونا ويضرت الدولة في الحد من الحركة وبالتالي تم تحديد ثلاث محافظات قد تكون القاهرة في جزء ومجموعة أخرى في الإسكندرية وجزء آخر في السويس وهي المدن التي تتوفر فيها ملاعب كبيرة وفنادق الخبر التالي ورد اتحاد الكورة على الكاف أبلغت اللجنة المؤقتة باتحاد الكورة برئاسة عمر الجنيني الاتحاد الافريقي لكورة القدم كيف برغبتها في استناف الدور الممتاز خلال الفترة المقبلة وزلك في المخاطبة الرسمية التي أرسله اتحاد الكورة للكاف صباح اليوم وأكدت اللجنة المؤقتة في مخاطبتها لاتحاد الافريقي أن هناك نية داخل الجبلية لعودة الدوري ولكن القرار في النهاية يرجع للحكومة المصرية بسبب فيروس كورونا على أن يتم تحديد موعد عودة النشاط في أقرب وقت ممكن وفقا لخطة الدولة الخبر التالي وخمس صفقات تشعل المركات الأهلي الصيفي يدرس السويسري ريني فيلر المدير الفني للنادي الأهلي في الوقت الحالي احتياجات الفريق الأول لكرة القدم قبل بداية موسم الصفقات الصيفية المقبل ويحاول الأهلي في المركات الصيفي الحفاظ على رمضان صبحي المعار من هيدرسفيلد الإنجليزي أو تعويض بصفقة على نفس المستوى الفني الذي يملكه اللاعب وترددت خلال الفترة القليلة الماضية أسماء خمس صفقات يسعى النادي الأهلي لإنهاء سلاسة منها على الأقل في أقرب وقت ممكن وتعد أبرزها شراء عقد رمضان صبحي من ناديه الإنجليزي أو تجديد استعارته على الأقل ويتفاوض مسؤول النادي الأهلي في الوقت الراهن مع هيدرسفيلد لشراء رمضان صبحي لا سيما وأن فيلر أعلن تمسكه باللاعب ولكن أوضح أيضا أنه يحاول توفير البديل المناسب له تحسبا لرحيله وكان الأهلي قدم عرضا خلال الأسبوع الماضي بأربعة ملايين دولار لضم اللاعب من نادي هيدرسفيلد لم يوافق هيدرسفيلد على بيع رمضان للأهلي ولكنه رحب بتمديد إعارته لموسم واحد بشرط توقيعه على عقود تجديده مع النادي الإنجليزي لمدة موسمين جاكسون موليكا نجح جاكسون موليكا مهاجم مازنبي الكنغولي في تسجيل سبع أهداف خلال مشاركته في عشر مباريات في دور أبطال إفريقيا بالموسم الحالي ويعد المهاجم صاحب الواحد وعشرين عام محل أنظار العديد من الأندية التي بينها النادي الأهلي والذي قدم عرضا بقيمة 2.5 مليون دولار لشراءه من الفريق الكنغولي بالإضافة إلى راتب مليون دولار لللاعب من أجل إقناعه بالانضمام للفريق الأحمر ورفض مازنبي عرض الأهلي نظرا لرغبة موليكا في الاحتراف أوروبيا والانتقال لللاعب في الدور الفرنسي أسامة جلال يرغب الأهلي في تدعيم خط دفاعه بالتعاقد مع أسامة جلال مدافع إمبي وشراءه ليكون بين صفقاته الجديدة في الموسم المقبل وقرر إمبي عدم التفريض في أسامة جلال إلا بالحصول على 20 مليون جنيه جاتسون سيرينو تفاوض الأهلي مع صندونز الجنوب أفريقي على ضم صانع الألعاب الإرغوياني سيرينو والذي سجل 11 هدف وصنع 7 أهداف خلال الموسم الحالي وأوضح خارد علي المنسق العام لفريق صندونز أن الأهلي تفاوض شفهيا لضم سيرينو ولكن نادي صندونز أبدى عدم الموافقة على رحيل اللاعب نظرا للاحتياج لخدماته وأشار منسق صندونز إلى أن عقد اللاعب ممتد حتى عام 2023 مع الفريق ولن يرحل كما أوضح إيديسون جواو وكيل أعمال سيرينو أن موكله قد يواجه صعوبة للتأقل في الشرق الأوسط كينو يعد كينو واحد من اللاعبين البرازيليين الذين لفتوا الأنظار في الدور المصري وذلك بعد تألقوا بقميص برامدز في الموسم الماضي ولكن أعير في العام الحالي لصفوف الجزيرة الإماراتي رحب كينو بالانضمام صفوف النادي الأهلي في الموسم المقبل حال تلقيه عرضا رسميا لكن أكد أن برامدز هو صاحب القرار الأول والأخير سواء بالموافقة عليه أو رفضه وأشهد سيد عبد الحفيز مدير الكورة في النادي الأهلي بقدرات كينو مشيرا إلى أنه لاعب جيد وظهر بمستوى طيب مع برامدز في الموسم الماضي ولكن قرار التفاوض معه يرجع للمدير الفني ريني فيلر الخبر التالي والأهلي يحدد سعر نهائي لبيع وليد أزارو كشفت تقارير صحفية مغربية عن تحديد النادي الأهلي للسعر النهائي لبيع مهاجم وليد أزارو وكان الأهلي قد أعار المهاجم المغربي إلى نادي الاتفاق السعودي ستة أشهر مع وجود بند في العقد بأحقية الشراء وقالت صحيفة المنتخب المغربية أن توافد العروض على أزارو لاعب الأهلي المعار للاتفاق جعل إدارة القلع الحمراء تحدد مبلغا ماليا في حدود 48 مليون جنيه مصري مقابل بيعه لأي نادي يريد التعاقد معه وأشارت الصحيفة إلى أن أزارو وصل له عروض بالفعل من أندية خليبية وأوروبية وصينية بالإضافة لرغبة نادي الاتفاق تحول عقد الإعارة إلى عقد الشراء وكان ريني فيلر المدير الفني للنادي الأهلي قد أكد أن وليد أزارو لاعب لا يجيد استغلال الهجمات المرتدة ولا يصلح لطريقة لعبه الخبر التالي وسرع بين الزمالك وبرمز على ضم مهاجم المصري علق محمد الخولي عضو مجلس إدارة نادي المصري البورسعيدي على أنباء انتقال مهاجم الفريق محمود والي لصفوف الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة وقال الخولي في تصرحات تلفزيونية هناك أندية كثيرة تتحدث بشأن وادي خاصة خارج مصر ووكيله أبلغنا بذلك وأضاف أن المهاجم الفلسطيني جاء له عرض من الدوري القطري بريد الموسم مؤجلنا الأمر وأتى عرض في الانتقالات الشتوية الماضية وأجلناه أيضا بسبب أزمة القيد وهذا الكلام يسري على كل اللاعبين وليس وادي فقط أما في داخل مصر فتحدث برامز والزمالك عن ضم اللاعب ولكن ليس بشكل رسمي مجرد حديث مع مسؤولي الناديين وما زالت مهمة ترحيله عن المصري صعبة مشاهدين خلصت معكم حلقتنا النهاردة أتمنى تكون نالت عجبكم في النهاية عزيز المشاهد لو عجبك الفيديو اضغط لايك للفيديو واللي بشهدنا الأول مرة الاشتراك معنا في القناة مع تفعيل رمز الجرس ليصلكم إشعار بأخبارنا الجديدة أول بأول شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة